قال المعطق الرسمي باسم المصالح لنية أبو بكر سابك بخصوص جريمة قتل سائحتين ضواحي مراكش أنه في هذه المرحلة من البحث فرضية الطابع الإرهابي للجريمة تبقى قائمة وغير مستبعدة والتحقيق متواصل لتكوين القناعة النهائية والوقوف على الدوافع الحقيقية لهذه الجريمة وتابع الأبحاث تشير إلى أن عدد المشتبه فيهم الضالعين مباشرة في اغتكاب هذه الجريمة هم أربعة واحد تم توقيفه على بعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة والثلاثة الآخرين تم تحديد هوياتهم وجاري البحث لتوقيفهم وبخصوص الشريط المنشوري قال سابك أنه لا يمكن الجزم بصحته من عدمها حاليا لأن الخبرات التقنية المتواصلة هي التي ستحمل الجواب النهائي على هذه المسألة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا